في حد يساب لنا سؤال وسؤال مهم جدا وده محتاج شوية نتكلم عنه وممكن نتكلم عنه شوية في الكلام عن المشكلة الزوجية وهي مسألة في حد بيشتكي ان زوجه بيخون خيانة الالكترونية طول الوقت يعني ايه خيانة الالكترونية؟ بيعرف بنات عن طريق السوشال ميديا ويكلمهم او كمان ممكن مش بس يعرف بنات ويكلمهم عن السوشال ميديا لكن كمان ممكن الكلام ده يتجاوز مستويات معينة يوصل بقى الى مستويات الدرجة التالتة او الرابعة من درجات الخيانة ويوصل فيها ان الناس تتعارف مع بعض ويحصل كده اكتر حاجة ممكن تعالج مسألة الخيانة الزوجية التي تتعلق بالمسألة الكلام عن مفهوم الجواز لازم هو الشخص يعني ايه جواز؟ يبقى احنا محتاجين نقعد ونصارح ونصارح ونكون واضحين مع بعض هو يعني ايه جواز؟ يعني انت فاهم الجواز هو ايه؟ في الغالب يبقى فاهم الجواز انه هو انفاق لا الجواز مش انفاق ينفق ده من ساعة من ساعة يبقى اذا اصلا الانفاق العاطفي انفاق او نعم الكلام هنا عن الانفاق المالي لكن كمان في جزء كمان وعشرهن بالمعروف فلازم انت تفهم فلسفة الاكتفاء دايما بتكلم وانا بتكلم عن النظريات الزوجية نظرية الاكتفاء الجواز اكتر حاجة تعلم الانسان الرشد والاتزان عن طريق فكر معنا الاكتفاء ان الراجل مكتفي بزوجته مكتفي بزوجته يعني ايه؟ ولزاك رسول الله عليه وسلم لما الشخص يعمل بعض الخروقات الزوجية رسول الله عليه وسلم فيطلق بصره رسول الله عليه وسلم بيأمره ان هو يرجع تاني الى محل الاكتفاء وهو زوجته فلازم نعرف مسألة الاكتفاء فاول خطوة لازم نعملها نجلس معه ونشوف مفهوم الزواج ايه؟ الامر التاني في اوقات كتيرة في الحالات اللي زي دي ما بتقدرش الزوجة تتجاوز وتحل المشكلة الوحدة بتحتاج لخبير لان الزوج مثلا لو هو من اصحاب ادمان اللزة ادمان اللزة ومحتاج حد يساعده وفي الاحوال اللي زي دي ساعد بنحتاج الى العلاج الزواجي لكن بالاساس ده محتاج خبير يقول هو احنا محتاجين حل ايه؟ ولزاك في الحالات اللي زي دي انا بنصح الناس ان هم يجونا في مركز الالساني الزواجي عشان نقدر نتكلم مع بعض